فيديو يوم أمس على موقع فيسبوك هو الذي رئيس الحكومة السابق سعب الإله بن كيران أعلن بأنه سيتواصل عن طريق هذا الموقع الخاص بالتواصل الجميعي بخصوص الانتخابات والحييز الزمني الأكبر خصوصا لمهاجمة عزيز أخنوش وهذا الفيديو مجموعة النشاطة أو لايف لكوفيتير بهذه العبارة أنا لا أستحضر شقع الأمور التي تقلت في الفيديو ولكن كخلصة سيمون كيران يقول أنه تشبث بحضور سعز أخنوش في الحكومة وأنه حارص على أنه يتواجد معه في الاتلاف لتدبيره وأنه وزير نشيط وأن التواجده على رأس وزارة الفلاحة ما فيه ما يتقال في عمومياته كنت سمنع العسل وإلى آخره ولكن بالمقابل يقولوا أنه لا يراكم رئيسا للحكومة ويحذر من ذلك ضروري أن نتروا هذا الشيء الذي يوقع باش نشوفه التعليق هو عديد من النشاطاء القيومي السياسيين في أدل الأخير يعني يخدو هاد لكس هذا باش يهجموا التجمع الوطني الأحراب ولكن الستنتاج شنو هو أنه يعني يقرر كيقرروا بالهزيمة ديال الحزب دياله لأنه مشاوك يتكلموا على شكون هو رئيس الحكومة وشكل يصلاح وشكل ما يصلاحش هذا أول مرة كنشوف الانتخابات بأنه بطريقة ما يعني حزب يعترف أنه يمكن غدل الهزيمة دبا فحق هذه الهجومات ما ممكنش لي نجاوب علينا لكي يكون رئيس الحكومة سابق ولا حالي ولا هذا هذه مؤسسات يجب الاحترام ديالها احنا لكي همنا فحقه والمواطن أنا كان عارف بأنه أهداف من هاد الهجمات هذي كلها وذلك شي هو تشويش هو باش يشغلونا هو باش من نشوفوش الناس باش من نتحركوش ولكن كده لي بأنه اللي بغي يشغلنا رأى المواطنين شغلينه وكن نشوفو هاد شي اليوم في الميدان احنا لكي همنا هو الطريق عند المواطن هو البرامج ديالنا هو شغد ينشرحوا ليه هو شميته الشي الأخر يعني فنش مو ما ما مكين اهمي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر